يلي استقبل البارح وزيرة العدل ليلى جفيلو أكد على مسألة زمن القضاء للبد في عديد القضايا حتى يأخذ كل ذي حق حقه ويعلم التونسيون وتونسيات حجم الجرام التي ارتكبت في حق الشعب التونسي من اغتيالات ونهب لمقدرات المجموعة الوطنية وغيرها من العمالة والخيانة وما يصدم من مشاهدته أخيرا في تخريب ممنهج للمؤسسات العمومية والاعتداء على أملاك الدولة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية يأكد أيضا أن الحرب ضد الفساد ستتواصل لأن الشعب مصر على تفكيك كل شبكات المفسدين لتطهير البلاد والانطلاق في البناء بعيدا عن اللوبيات والكرتلات وأعوانها في كافة القطاعات فلا صوت يعلو فوق صوت الشعب ولا أحد فوق القانون مش أول مرة كذلك رئيس الجمهورية في خطاب يتوجه به لوزيرة العدل سيدة ليلة جفال يحكي لها على موضوع الزمن القضائي هالتكرار هذا يا سوفيان نعرف شو نجم ونفهمه منه لأنه ما نسبقش كونه في تجارب أخرى في بلدين أخرى صاحب القرار يعيد نفس المفردات نفس الموضوع يعيده لنفس الشخص بساعات بالعشرات المرات من غير ما يتغير الوضع في الأثناء لو أنه نرجع للدستور للدستور الحالي للبلاد التنسية ما يقول الدستور؟ يقول أنه رئيس الجمهورية هو الفعل الأساسي في السلطة التنفيذية والوزراء وأعضاء الحكومة مهمتهم مساعدة رئيس الجمهورية على أداء وظائفه التنفيذية معناها ما فهمش أكثر وضوح من هذا الوزراء مسؤوليتهم يعاونوا رئيس الجمهورية بش يقوم بمهامه التنفيذية المشكلة في ظل هذا الدستور هذا الفصل الواضح من الدستور رئيس الجمهورية يتحدث في أكثر من مناسبة على ضرورة التسريع في الزمن القضائي ونحن نعرف أنه عندنا قضايا تشد بالعوام رو 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 أحنا مش ببنيش بهم برشة لأنه ركزوا على القضايا اللي تولي قضايا رأي عام وهذا طبيعي بينصير لكثرة القضايا وتعدد مجالتها لكن مثلا في العقاري خاصة القضايا تلجم تشد السنوات طويلة جدا عشرات سنوات العقاري رو مصايب قعدها صايرة وهي مصالح ناس هديكا وهي مصالح ناس وعبادة تفلس وعبادة تموت وتوعد وما تشوف القضايا بتاحت صحيح فمنوع من النزاعات اللي يدوم بالسنوات توصل لعشرة سنوات فأكثر يعطيك صحة حتى المتقاضين يغادروا معناها يغادروا الحياة من غير ما ما يتم الحسن في الملفات يعطيك الصحة معناها وهذا ما هوش معقول هو 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 فما زمن ضروري حتى تكون المحاكمة عادلة يعني كل الواحد يلزم يغادروا حقوق الدفاعية يلزم تكون مضمونة لكن فما تمتيل ساعة ساعة اللي اللي ولا يضر السؤال هو كيف استطاعت وزارة العادل البقاء متفرجة على الزمن القضائي هذا وعدم السعي لتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية في الضغط على الأجال فما أمكانية من وزارة العادل بش تقصر في أجل التقاضي عند هالإمكانيات الكافية اليوم هل القضاة عندهم ما يكفي مثلا من الحواسيب ولا من الأدوات اللي يدخلهم ينجموا يخذوا يخرجونا يخرجونا بيين يعملوا تصريح يقولوا راو سنية مشاكلنا في أكثر من مرة راو سوفيان القضاة يقول لك راو عدد القضايا بالنسبة لكل قاضي راو فوق طاقة الإنسان اي 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 اما 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 هذا الكلو يتحل اخي اخي يتحل إذا كان يكون فما رقمنا يتحل إذا كان فما انتداب انتداب بش القضاة يخدموا في ظروف إنسانية لأنه الظروف اللي يخدموا فيها اليوم ليست ظروف إنسانية ما فماش ما فماش بشر قادر بش أنه يدخل نهار كل يوم معاه 150 ملف ينظر فيه ويحكموا بالعدل ما فماش كنجيبه سيدنا عيسى يفشل في هذه المهمة نمشي ولي رئيس الحكومة واللي كان حاضر في افتتاح الدورة من أيام المؤسسة في سوسة رئيس الحكومة كاميل المدور يفيد بأن الدولة حريصت من خلال قانون المالية لسنة 2025 على اتخاذ جملة من الإجراءات لدعم مناخ الأعمال لفايدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة تتمثل في أحداث خط تمويل بمبلغ سبعة مليون دينار مخصصة لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لتمويل استثمارات هذه المؤسسات وأحداث خط تمويل بقيمة مالية قدرها 110 مليون دينار لتمويل حاجات التصرف والاستغلال كما تم أحداث خط تمويل بقيمة 3 مليون دينار لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات ألا الناشئة يفيد المدوري أيضا بتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 أحكام تتعلق بسن عفو جبائي وديواني لتمكين مختلف الفاعلين الاقتصاديين من تسوية وضعياتهم حرصة الدولة في إطار مشروع قانون مالية لسنة 2025 على اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى دعم مناخ الأعمال والمتمثلة خاصة في إحداث خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني التشغيل مخصصة لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة أحداث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني التشغيل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة مخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسرة أيضا أحداث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني التشغيل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثين مؤسسات الناشئة أحداث آرية لضمان التمويلات المسندة خلال الفترة المنتبة من غرد جامل في 25 إلى موفة ديسمبر 26 لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكل المالية 7 مليون دينار لقروض متوسطة وطويلة المدالي تمويل استثمارات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة 10 مليون دينار لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال و3 مليون دينار للشركات الناشئة 20 مليون دينار 20 مليون خطوط تمويل مش معناها فلوس وصلت خطوط تمويل فيها اللي يدخل تحت سقفها وفيها اللي ما يدخلش أي هذي التوا هي كل مثل وينتسوب تنفع معناها لكن وشركات وشركات المتوسطة الصغرى والمتوسطة اللي هي الأكثر أكبر عدد من المؤسسات التونسية في حاجة فعلاً بعض الجوايح الكبيرة بدءاً بالكوفيد إلى إلى حد إلى التوا في حاجة فعلاً إلى مساندة ومرافقة إلى غير ذلك لكن بصراحة بصراحة برك الله فيها الحكومة لكن الدعم اللي هي هذة تقوم الناحضة كنا حسبوها 20 مليار 20 مليار بصراحة حتى شيء قدام العدد متع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقدام المصاعب اللي تواجه فيها هذي المؤسسات مبلغ زهيد جداً ما يرتقي لتلبيط الاحتياجات الضروري هذا من ناحية ناحية ثانية يجب نلاحظه للأسف أنه هذا المبلغ العشرين مليون دينار عشرين مليار يظهر زهيد جداً مقارنة بالتجعات اللي عملتها الدولة في قانون مالية 25 للشركات الشركات الاهلية والي عددها أقل بيسر من الشركات الصغرى والمتوسطة واللي واللي مساهمتها في الاقتصاد أقل بيسر 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 من مساهمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة هذا تمييز اللي صار اللي صار لفايد شركات الاهلية يقلق شوي معناها يقلق برشة في الحقيقة لأنه لأنه بيس تكون عنده نتائج على مستوى الجدوى الاقتصادية رانا زواه لهذا شتقول هاجر بوجمعة في أشتاج